معي الآن عبر زوم لقاء مهم جدا مع لوكسو سبتمبر مدير الاتصال والإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر عندي أنا صباح الخير فأنا مبسوط جدا مبسوط جدا أن أنا معاكم على القناة المصرية السلام عليكم وأنا مبسوط جدا أن أنا معاكم النهاردة بالتأكيد السؤال الأول لك لأقرب بطولة أفريقية للأنداوة هي بطولة السوبر الأفريقي هل تم تحديد الملعب وتحديد موعد المباراة وهل سيدرها طاكم تحكيم أفريقي أم طاكم تحكيم من خارج القارة الأفريقية أنا خليني أخذ الفرصة دي أن أنا أول حاجة أشكركم أن أنتم استضفتوني على القناة المصرية وطبعا أنا أعزي رئيس اللي عندنا في زوجته أن هي توفت وأنا أعزي العائلة كلها وأهل القورة كلهم في الكاميرون وفي أفريقيا كلها وكمان أنا حاسس أن أنا حزين جدا في الموضوع ده والرئيس حياته هو عمل كتير قوي للقورة مش بس في أفريقيا بس في العالم كلها وخلينا نتكلم على القورة الأفريقية طبعا هي الأسبوع ده هي البداية فالموضوع ملغبط شوية ولكن أنا الملعب أنا شايف أني لسه الملعب ما تحددش نهائيا ولكن أنا شايف أني الكورة الأفريقية محتاجة دعم أكتر هي بتحتاج دعم أكتر ولكن برضو أنا ما أقدرش أني أقول أني طعم الحكام هو حد مختار بالإسم أو حد جاهز حاليا ولكن أنا شايف أن الكورة الأفريقية هي محتاجة دعم شوية زي عندكم في مصر مثلا فريق زي فريق الزمالك أنا شايف من وجهة نظري برضو أني فريق الزمالك هو محتاج دعم أنه يخش أكتر في الكورة الأفريقية لأنه عنده لعيبة جيدة ولكن هو عمره متعامل زي فرقة الأهلي أنا شايف أني الأهلي داخل أفريقيا أكتر بيدعم أكتر أفريقيا اسمه بيسمع في أفريقيا ولكن أنا مش شايف ده في النادي الزمالك برضو الأهلي مش مجرد أنه بيخش أفريقيا يعني أنا حابب أنه زمالك كمان يخش كونفدرالية بس يخش برضو أفريقيا بمنازمة النادي الأهلي وفوزه المتكرر ببطولة دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة بعض ده سيقول أن هذا الأمر قد يزعج الكاف أن الأهلي بطل أحادي لبطولاته في السنوات الأخيرة هل هذا صحيح أن الكافي هنزعج من هذا الأمر ليه مفروض أن يبقى مبسوطين لما حد يكسب أو يخسر يعني هو فريق بيلعب فريق جيد جدا عنده لعيبة محترمة إدارة محترمة وبيبقوا عارفين هم دخلين عايزين يحققوا هدف معين ولكن زي ما احنا بنتكلم على أهلي وزي ما أنت دلوقتي بتتكلم على أهلي ممكن نتكلم على الزمالك ممكن نتكلم على كازابلانكا ممكن نتكلم على تيمازينبي يعني أنا شايف أنه في فرق كتير غير الأهلي ولكن هو الموضوع يعني ما يخصش الكاف إذا كان يزعل أو إذا كان يفرح هو فريق زي أي فريق أفريكي بيخش آه هو فريق قوي فريق بيكسب فريق عارفه عامل إيه فريق مزعج جدا في أفريقيا وهو دايما بيبقى حابب بيكسب بس مش أفريقيا كل العلعاب الأولمبية الأهلي فريق كبير الزمالك فريق كبير وبرضه الفرقة بتاعت الأهلي وفرقة الزمالك عندها لعيبة بتلعب برضه في المنتخب المصري فأنا شايف أن الأهلي فريق مزعج ولكن أنا ما قدرش أقول أننا بنزعل أو بنفرح لو بيكسب رئيس لجنة المشابهات في مصر الكابتن عامر حسين تحدث قبل كده وامتقط فكرة البطولة المستحدثة في الكاف بطولة الدور الأفريقي أو دور السوبة الأفريقي البطولة التي أكمت لأول مرة الموسم الماضي هل هذه البطولة لاقت ترحاب من الأندية ومن الاتحادات الوطنية الأفريقية أم لا؟ طبعا طبعا أنا شايف أنا شايف زي ما أنا قلت لك في البداية أن إحنا مفروض نبص شوية للكرة الأفريقية الكرة الأفريقية أنا شايف أن الوقت معظم الناس بتدور أكتر على كرة أوروبية بتدعم الكرة الأوروبية مش برضو يعني أنا أنا من وجهة نظري شايف أن الكرة أوروبية هي أكتر تجارة ولكن الكرة الأفريقية بتبقى أكتر يعني ناس عايزة تلعب كرة فيه ناس عايزة تحقق مكسب ولكن وليس تجارة يعني مش تجارة أكتر فطبعا هو العالم كله عارف أنه عشان الكرة تحصل ويبقى فيه كرة لازم يبقى فيه فلوس فلذا ما يبقى فيه فلوس يبقى لازم يبقى فيه دعم للكرة الأفريقية زي ما بيبقى فيه دعم للكرة الأوروبية وأنا بوعدك من مكاني ده أنه لو فيه دعم الكرة الأفريقية هتبقى مختلفة تماما البطولة هزا الموسم تقام متى بطولة الدول الأفريقية في أي مدة وهل بنظام جديد عن الموسم الماضي أم بنفس بنظام الموسم الماضي أنا شايف أن البطولة الموسم ده هتبقى قوية جدا وأنا شايف أن مصر برضو وبتلعب كويس جدا الأيام دي وهيبقى فيه منافسين كبار ومنافسين أكتر من الأعوام اللي فاتت وأنا شايف أن النسخة دي هتبقى مميزة أكتر بكتير لأن فيه لعيبة شباب طالعة كتير واحنا النسخة المصرية دي ونسخة كوتفوار دي اللي موجودة حاليا هي أحسن من أي نسخة ممكن نتكلم عليها أصلا في السنين اللي فاتت وفي السنين اللي جاية زي ما أنا قلت في البداية أن أهم حاجة الفلوس اللي بتخش النوادي كل ما الفلوس تخش النوادي هتلاقي فيه انتعاش في الكورة ومع اللعيبة بطولة كاس العالم للأندية الصيف القادم بطولة لاقت اعتراض كبير من كثير من الاتحادات الأوروبية والاتحادات أيضا من أمريكا اللاتينية هل الكاف اعترض على هذه البطولة التي ينظمها الفيفا؟ هل هناك اتحادات أفريقية اعترضت على هذه البطولة وأبلغته هذا الأمر للفيفا؟ أنا مش شايف أنهم عندهم أي مشكلة خالص أنا مش شايف أن هي فيها أي مشكلة خالص ومن وجهة نظري أنا شايف أن رئيس الكاف هو موجود علشان خاطر في الآخر يحقق أهداف الكورة الأفريقية الناس كلها شايفة أن يمكن رئيس الكاف هو بيتعامل بشكل مختلف أو بشكل مش محبوب لكن هو ده ووظفته هو موجود في المكان اللي هو فيه عشان يحقق أهداف الكورة الأفريقية والأفريقيين لازم برضو أن نفكر بطريقة أحسن من كده ولازم نبقى كلنا واحد لازم كلنا نبقى أخوات ولازم كلنا ندعم الكورة الأفريقية ولازم نبطل أن نحن دايما نتكلم على حاجات وده بتشتت دماغ رئيس الكاف وبتشتت اللعيبة وبتشتت كل حاجة بطبيعة الحال نفكر في مصلحة قارتنا ومسابقاتها وده اللي يخلينا دايما نسأل هذه الأسئلة اللي قد تبدو تهم كل الشعب المصري وبالتأكيد كل الشعب الأفريقي سؤالي القادم ليك يخص بطولة كعس الأمم الأفريقية وتغيير موعدها أكثر من مرة في مناسبات عديدة ما بين الصيف والشتاء وهل يتدخل إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي في هذا الأمر هل تتدخل الاتحادات الأوروبية في هذا الأمر أمل كاف مستقل تماما برأيه واختياراته مع تغيير أكثر من مرة موعد كعس الأمم الأفريقية ما بين الصيف والشتاء للأسف للأسف هو هو إحنا ما بندخلش في ده ولكن ولكن ولازم إحنا ممكن لازم نتكلم مع بعض ونفكر أكثر يعني مثلا لو لعبنا في كوتفوار في جولاي هتبقى هتبقى مطرة جزيرة عمرك ما هتقدر تلعب مطش عمر ما فيه هيبقى فيه واحد بس من الجمهور يقدر يتفرج على حاجة زي دي أو تروح غانا وتلعب مثلا في جولاي يعني الموضوع الموضوع ما كانش مالوش دعوه بموضوع الكاف مالوش دعوه بالفيفا هو ليه أكتر علاقة بالأعمال الجوية خلينا دايما نفكر بالواقع بالواقع يعني لما يكون فيه سوء أحوال جوية إزاي نقدر أن أنا أقيم بطولة أو إزاي نقدر أقيم مطش وفي الآخر برضو أنا هقول لك أن الكرة الأفريقية إحنا بنحاول ندعمها سؤالي القادم ليك يخص أيضا ما يحدث فيه الدوريات المحلية وكثير من التأجيلات وكثير من المشاكل فيه الدوريات المحلية سواء في مصر أو خارج مصر بسبب عدم تحديد مواعيد واضحة وصريحة في بطولات الكاف المختلفة هذا يزعج في كثير من الأوقات الاتحادات الوطنية والسؤال هنا بشكل أوضح هل من المنكر بطولات الأفريقية تحديدا للأندية أن يتم تقسيمها على مستوى المناطق شمال أفريقيا جنوب أفريقيا غرب أفريقيا شرق أفريقيا خاصة أننا كرة كبيرة ومن الطبيعة أن نصفر طويل للوقت والمسافة بطبيعة الحال الحقيقة الحقيقة برضو أنا أنا مش قادر أوصل ليه مش عارف أوصل ليه أنت بتحاول أن أنت تحطني في حتة أني دايماً في مسؤولية على الكاف لا خالص أنا بسألك على أفكار الكاف في المستقبل عشان يضمن للأندية أو الاتحادات الوطنية أنها تلعب مسابقاتها بشكل سليم دون تأجيلات وخاصة أننا كرة كبيرة أن تلعب مباريات دور أبطال أفريقيا حسب المناطق هل ده ممكن يكون مقترح في المستقبل الحقيقة أنت بتسألني سؤالين مختلفين وإحنا يعني هو الفكرة أن أنا برضو هرد عليك بإجابتين مختلفين لأننا بنحاول أن نعمل فرق قوية ولكن في نفس الوقت طبعاً إحنا بنحاول أن نفكر أن نحن نوصل لفرق أكتر بعن الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيرامد أنهم يحققوا ولكن ولكن مش كل شيء بيحصل إحنا بيبقى لنا يدي فيه إحنا في الأول في الآخر بنحاول أن نوصل أن نحن يبقى فيه أندييات طبعاً تأجيل المطشاط ده بيبقى مزعج لكل الناس وطبعاً السؤال اللي أنت سألته آه طبعاً إحنا بنحاول أن نحن نزبط موعيد كل حاجة عشان في الآخر ما يحصلش مشكلة العام الماضي كان فيه بعض الاعتراضات على جوائز الأفضل في العام هل فيه معايير جديدة لاختيار الأفضل هذا العام؟ هل طبعاً الاعتراض عشان تكون برضو عارف كان بكثير من من اللاعبين مثل رياض محرز الموسم الماضي كان فيه اعتراضات جزائرية كثيرة على عدم تواجده في الترشحات هل فيه معايير جديدة هذا العام؟ ممكن تفكرني ممكن تفكرني بحاجة معينة؟ آه رياض محرز ما كانش موجود العام الماضي فيه اعتراضات النهائية وده سبب اعتراضات كثيرة من الجماهير الجزائرية خاصة أنه كان بيلعب موسم رائع جداً ما هي المعايير الواضحة للكاف في اختيار أفضل اللاعبين؟ رياض محرز رياض محرز عمل السنة الفاتية عشان يظهر رياض محرز كسب السنة الفاتية عشان خاطر ياخد جايزة أو عشان خاطر يظهر أنا مش فاهم هو رياض محرز عمل ايه؟ آه ممكن يكون بيلعب كويس وكل حاجة بس هو حقه ايه؟ هو يعني هو عمل ايه؟ عمل ايه كويس؟ فكرني ممكن أنا ناسي عشان خاطر عشان خاطر انه ياخد هلية أو عشان خاطر انه يظهر آه هو بلعب جيد جداً ولكن طبعاً مقاييس المكسب أو مقاييس اختيار اللاعب ما بتبقاش بس على خاطر انه بيلعب حلو هو عجب كامجون السنة الفاتية آه الجائزة بالمناسبة عن الموسم الماضي كان الموسم اللي كان بيلعب فيه اخر موسم اللي رادم يحرز فيه الدورة الانجليزية وكان فائز مع مانشستر سيتي بالدورة الانجليزية ودوري ابطال اوروبا لو تتذكر ما تتذكر في الدورة الانجليزية في الدورة الانجليزية انا بيتهيألي اني الوجهات النظر مختلفة احنا لنا وجهة نظر في اختيار في اختيار حد يعني يعني زي ما احنا اختارنا العيب السنغال وهو وهو يمكن كسب السنغال انها تخش كاس عالم لكن رياض محرز عمل ايه هو هو لاعب كويس وبالعب كويس بس عمل ايه تاني طيب هو تاني هو لعيب جيد جدا ولكن ولكن هو ما خدش الفريق بتاعه لكاس عالم يمكن بيلعب في الانجليزية كويس جدا لكن في فريق بلده هل هو خده لكاس عالم بعيد عن رياض محرز لماذا لا يعلن الكاف معايير واضحة لاختياره لأفضل اللاعبين يختار على اساس هذه المعايير حتى لا يتم اي وجود جدل من هذا النوع يعني للأسف هو احنا ما عندناش معايير احنا ما عندناش معايير هو المعايير اكتر بتبقى على اللاعب نفسه زي ما انا زي ما انا قلت لحضرتك من قبل وزي ما انا قلت لحضرتك من شوية انه هو اللعيب بيحقق ايه عمل ايه البلده ممكن النهاردة يبقى فيه لعيب من مصري فطبعا لما نبدأ ان احنا نعمل فوت وبيبقى الجمهور عايز ابن بلده يكسب لكن هو عمل ايه صحيح انا بشرح اردك شكرا جزيلا لوكوسو سبتمبر مدير الاتصال والاعلام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم في اول ظهور على شاشة مصرية تصريحات مهمة جدا من مسؤول كبير فيها الاتحاد الافريقي لكرة القدم جهكا ترجمة نانسي قنقر